السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الموضوعات اللي راح نتابعها رحلة اختتمت بالاتفاقات الحكومية والخدمات بعد ما أخذت على عاتقها تهيئة وتطوير الواقع الخدمي في البلاد اليوم يرى المراقبون من ذوي الاختصاص أن الحكومة تسعى من خلال اقترابها من الدول المتقدمة وهذا ما اتضح بزيارة السودان إلى ألمانيا وعقد الاتفاقات بالإضافة إلى تعزيز الأواصل الخارجية وربط البلد بالعالم من خلال زيارة إلى مثل هذه الدول فقد حرصت الحكومة على عقد اتفاقات مع شركات عظيمة وعريقة مثل شركة سيمنيز والتوجه إلى إصلاح القطاع الكهربائي ووضعته حكومة الخدمات على رأس قائمة الأولويات المطروحة وما له من تبعات إيجابية يلقي بظلال على جميع القطاعات منها الخدمية والاقتصادية أيضا خلاصا مواطن من معاناة الكهرباء أما ملفنا الثاني مشاهدية الأحبة في هذه الليلة من الحصاد نتحدث عن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين كانت ملفتة وغير تقليدية هكذا تقول الجماهير الخليجية فهي لم تبدأ صفارتها من المباراة الأولى إنما على العكس تماما دقت من لحظات الترابط بين العراق ومحيطه الخليجي فهي مشاهد حققت التفاعل وأخذت حيزها الطبيعي على الرغم من هول المسافة الزمنية اللي ابتدت فيها القطيعة التاريخية حتى تتلامس حاجز الأربعين ونيف من سنين طويلة وقاسية لم يكن فيها أهل الخليج على دراية كافية بمآلات الأمور هنا في بلاد الرافدين حد التقارب وصل إلى مطالبة أهل الخليج بإيقاف القرعة الدورية والإيقاف على العراق تم حطة ثابتة لدورة ثانية فالمشاهد لا يمكن تجاوزها وهذه المشاهد لا يمكن أن نجاوزها بسهولة والمرور عليها مرور الكرام إنما تمثل في أبعادها محطات مهمة ودلالات متعددة تظهر فيها صور أصالة الشعب العراقي وحب الاحتضان هكذا مباريات دولية لتعيد اسمه مجدداً في سماء هذه المحافل الكروية وغيرها إذن مشاهدي الأحبة نبقوا إياكم حتى نتابع هذين الملفين تتفضلوا بقاء إيانا ومتابعتنا في يوم ما حد اتجه رئيس الوزراء إلى ألمانيا وعاد في جعبته الكثير من الاتفاقات اللي تعمل على إصلاح الواقع الخدمي وتنمية القطاعات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء اللي يعد محور القطاعات بحسب ما يصرح الخبراء حيث يعمل القطاع الكهرباء على تسيير المعامل المصانع بالتالي المنفعة تشمل إنعاش الاقتصاد العراقي والقطاع الاقتصادي والخدمي وتفير فرص عمل وغيرها من المردودات الإيجابية خلونا نفتح مشاهدي أحبة هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزمينة نوع الشمالية إلى أوروبا اتجهت بوصلة حكومة الخدمات بزيارة رسمية تصل أعتاب ألمانيا عقب دعوة وجهت لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إذ تضمنت هذه الزيارة بين طياتها خطط عمل مشتركة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين بعد لقاء كبار المسؤولين في برلين وعقد الاتفاقات مع أضخم الشركات لتقديم الخدمة للبلد وعلى رأس الأولويات ملف الطاقة الكهربائية قد يكون هناك جدية حاليا في استعداد السلطة التنفيذية لاختيار الشركات الأكثر رصانة وبالتالي نضمن وجود نوع من الإنتاج من الطاقة وبالتالي قد يوفر لنا الكثير من الوقت ويوفر لنا كثير من الأمكانيات المادية نوعية الشركات التي ذهبت لها السلطة التنفيذية في الاختيار والتعاقد قد يعطينا مرحلة قادمة مهيئة لتقديم الخدمات العامة زيارة يرى السودان اختلافها عن سائر الزيارات الماضية التي نفذها المسؤولون خاصة وأن ما مضت من الزيارة لم تطبق ولم ترى النور على أرض الواقع لكن المتخصصين تفائلوا بما جاءت من توقع اتفاقيات تسير بالاتجاه الصحيح كما وصفوها حيث ستعمل على تشغيل آلاف المعامل التي تفتقر إلى الكهرباء بالتالي تلقي بالمنفعة على بقية القطاعات فإحنا كمختصين متفائلين خيرا بهذا التوقيع إن شاء الله ينعكس ربما ليس بالمستقبل القريب جدا لكن سينعكس إيجابيا بالمستقبل البعيد إن شاء الله موجودة ما يقارب 800 معمل كبير ومصنع وأيضا توجد 6000 معمل صغير ومتوسط ينتظر أنه تكون هناك كهرباء لكي تنطلق ويدخل الخدمة وبالتالي ينعكس على كل مجالات الحياة منافع اقتصادية وأخرى سياسية تمخضت عن زيارة برلين وتلقي بظلالها على الواقع الخدمي للبلد خاصة وأنها تناولت عدة محاور في جميع القطاعات منها الاقتصادي والسياسي وكذلك على الصعيد الخارجي بتعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة نهى الشمري الأيام الفضائية حياكم الله مجددا المشاهد يا الأحبة أرحب بضيفي الكريمين في هذا الملف الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراق للتنمية الإعلامية حياكم الله دكتور ضيفا كريما وكذلك أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الشيخ محمد الدنبوس السياسي المستقل من البصرة أهلا بكم ضيوف الكرام نتحدث دكتور عدنان عن الحراك اللي يعني ظهر عند الحكومة منذ بدايتها استلام زمام السلطة وبالتالي هذا تحرك الدولي وملف الكهرباء كان من ضمن أولى الأولويات والتوجه من قبل رئيس الوزراء إلى برلين ومن ثم العودة كيف تنظر إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك العزيز ولمشاهديك الكرام حياكم الله أستاذ أحمد اليوم نتكلم عن حركة التي كانت تكون غير مسبوقة في فترة العراق يحتاج إلى العديد من الإصلاحات العراق يحتاج إلى نهوض في المؤسسة الاقتصادية وأيضا نهوض في كافة المؤسسات الصحية والتربوية وغيرها وهذه تحتاج إلى حركة دعوبة لأول مرة ومخفي هذا الأمر على الرأي العام بأن هناك حزمة من الإنجازات تنجز في آن واحد يعني نحن لا نقف أمام حركة واحدة إنما هناك حزمة من القرارات حزمة من الإصلاحات وأنا في تقديري كما سماها أحد المحللين السياسيين في العراق عندما قال بأنها هذه ثورة هادئة وأنا أعيد ذلك أقول لأنها فعلا ثورة هادئة يقودها السيد السوداني بعناوين مأسسة الاقتصاد مأسسة العلاقات الخارجية مأسسة التربية وغيرها هذا الأمر بالتأكيد بتعاون مستشارين بتعاون قوة خبيرة بهذا الأمر بالتأكيد يحقق السيد السوداني ونحقق بالنسبة للعراق قفزة نحو عملية الوصول إلى إصلاح ما أفسده الدهر لذلك اليوم عندما نتكلم عن الكهرباء نتكلم عن صورة شاملة لحاجة العراق إلى الكهرباء نتكلم عن صورة كاملة لحاجة العراق إلى أن يطور هذه القدرات بأي اتجاه وبأي سلوب بالتأكيد هذا يحتاج لرسم مسارات يحتاج لرسم برامج وأتوقع اليوم عندما يذهب السيد السوداني في خياراته إلى ألمانيا أعتقد كان ضمن خيارات تكاد تكون متوازنة أثناء خيارات أوروبية بدأت بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا وأيضا المؤتمر أو الاجتماع الذي قدرته فرنسا في أنوان بغداد واحد وبغداد اثنين واليوم نتكلم عن ألمانيا إذن هناك توجه أوروبي وفتح الأبواب وحماية المستثمر الأوروبي من العمل إضافة لناك عندما سارات أخرى مسارات صينية ويمكن أن تكون هناك مسارات لدول أخرى تستطيع أن تقدم الشيء الكثير لرفع مستوى الاقتصاد العراقي وأيضا في نفس الوقت مراقبة المال العراقي وتدقيق الضرائب وغيرها هذه نقطة مهمة دكتور خلينا نعكس هذه نقطة إلى الشيخ محمد الدنبوس الشيخ محمد حياكلة مجددا يتحدث الدكتور عدنان السراج عن هذه العكاسات أو حراك العراق نحو الصين بعد ألمانيا ودول أخرى هنا مشكلة ملف الكهرباء أدنى بحساسية واجهة الحكومات السابقة هل نذهب نحو جنرال إلكتريك أم نذهب نحو سيمنيز وكانت هناك الكثير من التبعات التي أحدثت اهتزازات سياسية كبيرة كيف تنظر إلى هذه الجزئيات الشيخ عدنان تسمعنا؟ الشيخ محمد الدنبوس تسمعنا حضرتك؟ الشيخ عيد السؤال حضرتك سمعتنا؟ في هذه الأثناء أسمح لشيخ محمد بن نعاود الاتصال أنتقل إلى ضيفي الكريم وأرحب به الأستاذ مازن السعد الخبير في مجال الطاقة حياكل أستاذ مازن ضيفا كريما في الأستوديو نتحدث عن زيارة السودان إلى ألمانيا بالتأكيد لها انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلد هنا نتحدث عن استثمار شركات تأتي إلى العراق تستثمر في العراق خصوصا في هذه المشاريع غير القابلة للخسارة ألا وهو قطاع الكهرباء ومشاريعه؟ المشاريع الغاز تقصد؟ أهلا وسهلا بك سيدنا ومشاهديك الكرام حقيقة تابعنا بجل الاهتمام زيارة السيد رئيس الوزراء إلى ألمانيا والبرنامج والمؤتمر الصحفي اللي حضرته أعرب عنه قبل مغادرته وتركز عن نقاط مهمة جدا تعتبر عصب الاقتصاد العراقي سواء كانت الكهرباء الطاقة أو استثمار الغاز المصاحب أو البحث عن شركات استراتيجية لها مستقبل أجياننا هسا أنا بكل أمانة أتكلم من باقي رجل متخصص في الطاقات المتجددة ورجل أعمال وأعمل في مجال الحوكمة يا سيد العزيز أنا دائما أقول أوكي نحن نذهب ناخد تكنولوجيا نشتري التكنولوجيا سواء كانت من ألمانيا أو من جنرال إليكترك أو من أي شركة أخرى صاحب المال اليوم هو المتفضل والعراق بفضل من الله سبحانه وتعالى إلينا وفرة مالية علينا أن نبني بلدنا الطريقة الصحيحة نحن نملك النقد واضح سيد العزيز؟ والمفهوم البزنس بأنه إحنا اللي قاعدين رجل على رجل والناس تجي تطيق العروض مالته فكرم من عندنا حقيقة أن السيد رئيس الوزراء راح يعني يطلب من الشركات أنه تجي تعمل بالعراق بظروف يعني وفق الشفافية الصحيحة والابتعاد عن الفساد مع ضمانات أخلاقية بأنه ما ممكن أنه إحنا نعمل فقط ببيئة يعني قديمة بكل أمانة لكل أسف يعني اللي صار بالعراق ضحايا إحنا اليوم حقيقة نجيل هو الضحية مالته فعلينا أن نجدد العهد بأنه نشتري أحسن مشتريات أنا أتوقع واجب للأخوان الموجودين اللي هم تحت رئيس الوزراء الكرو مالته الكابين الوزارية أو الفنيين أو المستشارين علينا أن نحسب حسابات البزنس الصحيحة الربح والخسارة صدقني صدقني رحنا إلى دولة معتبرة قوية من المنطق أن نبني معها شركات استراتيجية ولكن صدقني أنا كتاجر أتكلم معاك إذا بكرة أمريكا جي إطلتني 20% فرق عن السعر وفق نفس المواصفات صدقني أنا أقول أروح وياها بكل أمانة نفس الشي الصين إذا أجت كتبة أقل من هذا أقل 10-15% أروح مع الصين ليش؟ لأنه اليوم الكاش قليل والعراق نملكه فلا نسيس الأمور بكل أمانة بأنه خليني أروح أمريكا تبطل الكهرباء والآخرين سيمينز أو غيرها أنا أباوع لها غير الشكل كمنطق يعني بزنز 100% والآن الاقتصاد هو اللي يدير إدارات الدولة سيد العزيز سيمينز حقيقة يعني شركة قوية جدا وتجربتها في مصر رائعة وحتى تجربتها في العراق في زمن السيد المالكي من اشتره رؤوس التوليد حقيقة يعني زيان التوربينات وصارت من خلال شركات أنجحت عدنا بالروميلة موجودة في أكثر مكان أنا أعتقد فيه ميسان موجودة سيمينز مو أقل من خمس تالاف سبع تالاف ميقا دخلت إلى الخدمة ونفس الشيء مثلها في جنرال إليكوتريك فيا سيد العزيز نحن علينا أن نحسن البزنس مادير الصحيح اللي نحن نقدر نشتغل به ونستغل اندفاع السيد رئيس الوزراء والإقبال العالمي الكبير على سوق العراق الكل تريد تدخل إلى العراق وتشتغل معه يعني لدينا غاز مصاحب عدل غاز الحر نحتاج شركات تجي تستثمر بمبلغ قصدي بقوانين عادلة لا نبخز حق العراقي لا نريد أن نعيد خسارتنا في موضوع رخص التراخيص النفطية وغيرها الآن المفروض أكو صحوة كبيرة جدا من قطاعات الدولة ومن قيادات الدولة علينا أن نستثمر أحسن استثمار كون عدنا نقد واليوم قليلين بالعالم اللي عدهم نقد يقدرون بالنتيجة نحن المشتري والمشتري دائما هو صاحب السلطة القوية والبيعين خليجون يجيبون ما في سلتهم وأنا أختار كل ما حقيقة أستفاد من عنده في توفير فلس أحمر لهذا البلد الطيب السارة مازن دكتور عدناني تفضل سيد مازن السعد بأن العراق بالمحور التفاوضي لديه إمكانات تخلي هو الذي يقود هذه عملية تفاوضية العراق هو يملك النفوط يملك الغاز ويملك الموقع الاستراتيجي بالتالي هذه عملية تفاوضية كيف يديرها بين الدول وهل الطاقة من يتحدث عنه سيد السعد موهل في العراق هذا الكلام صحيح من الناحية الاقتصادية تأكيد اليوم الخيارات الاقتصادية تعتمد على الإمكانيات المادية وتعتمد على المال الموجود والقدرة على أن تعقد صفقات في غاية من الشفافية والوضوح مع شركات كبيرة منتجة ولديها بعض طويل في العمل الاقتصادي لكن أيضا في نفس الوقت علينا أن ننظر إلى أمور أخرى لعل الأخ السعد يعني هو الرجل تكلم بصراحة قال أنا تاجر وأنظر الأمور من خلال البزنس أنا أقول البزنس لوحده لا يكفي في العراق لأنه كما علمنا أن اليوم عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية واحتلت العراق وأيضا هناك عذاء من قبل دول الخليج إلى العراق أصبحت البيئة غير آمنة أي بمعنى لا زال الجميع يعني حتى هي كرة القدم تأجلت دورة خليجي بعنوان البيئة الغير آمنة المستثمرون هربوا من العراق بعنوان البيئة الغير آمنة وهذا المعنى البيئة الغير آمنة أصبحت شمولية وأصبحت يعني مع كل سنة تمارس بنفس القوة وبنفس الكمية مع أنه الفارق كبير في الأمن الفارق كبير في أن دولة تقوم بحماية الشركات والمؤسسات ما حصل في التظاهرات ودفع إلى يعني مثل ما يقول اعتداء على شركات النفوط وأيضا اعتداء على خبراء النفوط هذا كله كان مدفوع من قبل قوة قوة الشر التي لا تريد للعراق خيرا بالتأكيد هذه أنطة إشارات سلبية على البيئة الغير آمنة هذا موضوع الموضوع الآخر هو الموضوع السياسي اليوم العراق يلعب دور وإلا أنا أسأل السؤال وأسأل أيضا الأخ الخبير السيد سعد وهو يعلم ذلك هل من المعقول أنه العراق لا يستطيع أترك الفساد خلي هذا موضوع يعني يمكن أن يحسب له حساب ولكن هل من المعقول أن العراق لا يستطيع أن يتغلب على أزمة الكهرباء بهذه الصورة مهما كان حجم الفساد لا أعتقد أنه حتى لو ربع ما تم الصرف يمكن أن ينتجز كهرباء لكن الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا طبعا أتكلم الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما أن تجعل هناك عصى غريضة تستخدمها متى ما تريد داعش غاعدة كهرباء هذا معنى واضح عندنا بالسياسة واضح هذا التصرف اللي نسميه الحرب الناعمة والحرب الناعمة حرب كتب بها بريدزيسكي وكتب بها يعني العديد كتبوا عن هذه المسألة اللي هي تتعلق بالحرب الناعمة اللي أساسها هو الكهرباء والنفوط والحرب الاقتصادية فإذن هذا الخريط كان كله يمارس على العراق مع الأسف الشديد اليوم السيد السوداني في تقديري هذه الحركة في مأسسة العلاقات الخارجية والاستفادة من الوضع الموجود في الحرب الأوكرانية الروسية التي جعلت اليوم أوروبا تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية دون منافسة لأنه علمنا سابقا أنه عندما بدأت سيد عادل عبد المهدي بالتفاوض مع سمنس كان هناك جنرال إلكتريك موجودة وكانت أشهرت إفلاس على وشك أن تشهر إفلاسها وذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة من أجل جنرال إلكتريك ضد سمنس وهذا كان واضح في تصريحات المستشارة الألمانية الدماشات بوضوح إلى هذا الصراع الموجود بين أمريكا وألمانيا على هذا الآن تغيرت الظروف الظروف أصبحت الخارجية والداخلية تغيراتها كبيرة وأيضا الوضع الداخلي في العراق أصبح متغيراتها كبيرة نعم هناك وفرمالية نعم هناك صعود في أسعار النفط ولكن أيضا في نفس الوقت العراق في حاجة إلى أن يبدأ بسياسة هادية وهذا يعتقد السيد سوداني قد بدأها من أجل أن نوفر البيئة الآمنة وهي موجودة والحمد لله وأيضا نوفر الحالة السياسية والاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية من أجل أن نكسب الأوروبيين إلى جانبنا وهذا ما يحصل لأنه اليوم إذا تثير قضية الصين ستثير حساسية أمريكا والآن أنا أقول بكل صراحة السيد السوداني خطأ خطوة تكاد تكون مهمة وخطوة متقدمة في مساء تعلق بالكهرباء وأحرج الأمريكان وأحرج الجميع بأنه أمام واقع عراقي يتعاون مع الأوروبيين ويفتح الآفاق لتعاون معهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أخرت العراق كثيرا معامل متوقفة بناتحتية متوقفة دراسة متوقفة كلها تعتمد على نسب الكهرباء حتى نسبة الذكاء تتعلق أيضا بحالة الكهرباء وأيضا الدراسة وغيرها فإذلك نحن نقول الكهرباء الذي الآن أصبح قصب مهم لإدامة الحياة في العراق يحتاج إلى هكذا ممارسة سياسية يحتاج إلى هذه الثورة الهادئة في مأسسة العلاقات الخارجية وهذا طبعا بحثه طويل طيب بنود مهم أستاذ مازين يعني تضمنها زيارة التي تتعلق بالكهرباء بقضايا الغاز المصاحب راح توقع مذكرات أو وقعت عفوا مذكرات تفاهم طويلة الأمد تنطوي على فقرات مثل خطة واعدة بأنه بقطاع الكهرباء تحديدا مع شركة سيمينز لأنه هذا القطاع بصراحة الحكومة لما وعدت بأنها تكون حكومة خدمات ما الأولوية غير الكهرباء بهذا المجال بالإضافة إلى الأولويات الثلاثة أو ستة الصحة وغيرها بالتالي نتحدث عن هذه الخطوة هل ستتبعها خطوات تنفيذية أم أن سياسة وضع العصار في الدوالي برح نشاهدها حاضرا من وجهة نظري ولا من وجهة نظر الحكومة وجهة نظر كخبير ومدر خصص لا حقيقة نحن عدنا برأي رتيزي يمكن السيد يسترراش تحياتي إلى يمكن الرجل عايش وشايف نحن عدنا مشكلة جدا كبيرة نحن عدنا قطاع النقل وسكة الحديد وألمانيا رقم واحد بالعالم وجاءت في زمن السيد المالكي أعطت عروض كبيرة جدا ومغرية على أنه يستثمرون في ذلك الوقت في تلك الفترة بالقناة الجافة وميناء الفاو نستذكر أنه هذه التفاصل قناة الجافة سيد العزيز اليوم إذا اتفقنا ويا ألمانيا باستثمار تبني القناة الجافة وتسير قطارات أنا بكرة من يجي ميناء الفاو يشتغل ومبادرة الحزام بالطريق تجي تشتغل ورح تتفع لي أكثر مما هي تجي تبني سكك وتستثمر سيما أنه هناك قروض ميسرة من أوروبا إلى المنطقة بسبب الركود الاقتصادي الموجود بالعالم أوروبا إلى حد خمسين مليار اليوم تقرض مشاريع في أفريقيا وحتى في العراق يجوا هنا أنا وعرضوا وأنا واحد من الشركات اللي نعرض عليهم جيب شغله ونحن نقدر نمووله بس نريد بعض الضمانات حتى يسموه سيادية بكل أمانة من بنوك محلية تقدر تجيب فمن وجهة نظري أنا أشوف بكل أمانة السكك الحديد أوكي والقطارات والنقل السريع بكل أمانة هو شريان بناء الدولة الحديثة العراقية لأننا نحن الآن جبنا الريف يعني يقعد بالمدينة المفروض العكس أنا أنا ابن البصرة حقيقة أنا أتمنى ما أحب أعيش بالازدحام أحب أعيش أصعد فوق 20-30 كيلو متر بالخضار عندي 2000-3000 متر أبني بيه بيتي يعني أستنشق أكسجين من تبني المعرفة يمكن 70-80% راح يوصلون إلى نفس التقافة أنا أشوف هاي رقم واحد قطاء الكهرباء سيمينز تنطيني غاستورباين سيد العزيز وتنطيني محطات تحويلية بس المقاولين يا سيد العزيز سيمينز ما بالضرورة تجيهية تبني لأنه 60% من مشاريع الباور بلانس اللي نحن نشتغلها سيد العزيز تراهي سيفول ويركس يعني هي أعمال هندسة مدنية أساسات وستيل ستركتشر وسياجات وأعمال ترابية وغيرها فأنا أحتاج التكنولوجي من سيمينز شنو اللي يأخذوها فعلينا أن نحسن مشترياتنا سيد العزيز هذا الجوب بكل أمانة يجب أن يكون عندنا كرو يعني طاقم خبير في إدارة الدولة سيد العزيز يبدأ المشورة حتى لما يروح جناب سيد رئيس رئيس الوزراء في بكج معينة عندها معلومات صحيحة أساسها الربح والخسارة أساسها البرفورمانس نسميها يعني أسس مؤشرات الانتاج اللي أنت تشتغل بها فالدولة حقيقة تشعر أكو مشكلة كبيرة بالطاقة وأنا كقطاع خاص أقول ليس هناك أي مشكلة بالطاقة إذا ما أحسننا إدارة الملف إذا ما خلينا خلينا اقتصادنا التشاركي شريك ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة ليس شراكة القطاع الخاص بالموديل اللي إجت بيه شركات تأخذ وتشرج الدولة على اللي يطلع من الكهرباء مو على المايل ستون نسميه أو الديستينيشن اللي يوصل إلى البيت تشرجت أتفعل فلوس من نفس المحطة من يطلع استهلكت ما استهلكت أنا أتفعل هذا بزنز موديل عقيم مع احتراماتي وين المشكلة المشكلة في فكرة دولة في التعامل مع البارتنرمالتي اللي هو القطاع الخاص فلا أني أخلق قطاع خاص قاسي بحق الدولة وعلي أن أحسب أحسب كل الذي أعرف من البارتنرمالتي فالدولة بكل أمانة تحتاج من سيمينز محطات التحويلية وتحتاج ولا تحتاج بناء محطات بالعكس عندنا شركات الآن عراقية موجودين ما أرد أسميهم حتى لا يكون ترويج قادرين على بناء محطات عندنا شط البصر بناء محطات عندنا النجيبية بناء مقاولين عراقيين سيد العزيز وحتى الغاز المصاحب أجد جي إي في يوم الأيام للعراق للأسف إحنا حتى ما نعرف نستثمر الفرصة التي تجي إنا جي إي في يوم الأيام يا أخي نلوان أمريكي وصح وأكيد هو ليش بس أمريكا ما تحب العراق يا سيد العزيز زياد الحمد لله والشكر هذا للأمانة يعني جينا نتعامل ويا الملف جي إي تسان أرجو لا يفهم بأنه أنا مرواج لأمريكا لا بكل أسف يعني من دمر العراق ومن هلل لأمريكا مع كل أسف أنا ضد أمريكا ومن كل من هلل لأمريكا يا سيد العزيز زياد أنا عراقي وما أقبل غير أنه العقلية العراقية هي التي تقود وهي عقلية خلاقة خلنرجع الحجد الوطن الذي كان يشتغل في ذاك الوقت بكل أمانة من هم هل هما أتباع نظام لا هم أناس فنيين من العراق اشتغلوا وقدروا يبنوني الشبكات الكهرباء وللأسف الصراحة الكبرى وصاروا اكسباير عبروا السبعينات مثلهم اليوم شباب أنا ألقاهم في العراق صدقني شعلم النور أفضل من السابق فعلينا أني نشخص هذا أسف جدا نشخص الطريق الصحيح نعتمد على الشخص العراقي بكل الأزمان ما كني همني لأن العراقي هو عراقي والأمل معقد عليهم يا سيد العزيز تحياتي لك هذا الملف دكتور عدنان تم التركيز عليه بل حتى أن هذه القدرات العراقية تم التباحث مع رئيس الوزراء ومستشار الألماني حول عودة العراقيين اللاجئين تهيئة لجنة لدراسة ملفاتهم عودة من يرغب بالعودة هذه كفاءات العراقية وغيرها كانت حاضرة ولكن نتحدث عن المضي في مذكرة التفاهم بين العراق وشركة سيمنيز المتخصصة في مجال الطاقة هل نحن بحاجة إلى توحيد الإرادة السياسية ركزت حضرتك بأنه هناك تعارضات سياسية وركز الأستاذ مازين السعد عن هذا التفاوت بين الجهات التي ترغب أو لا ترغب مع أو ضد بالتالي نجد بأن هذه المشاريع ملاقة في محتواها ولكن الإرادات التي تتصارع تحول دون تنفيذها أرى فساة المسألة التي تأخذ بشكل تالي اليوم النجاح أي اتفاقية مع أي شركة في العالم بما فيها سيمنيز مدام إحنا حديثنا عن اتفاق سيد السودان وحكومة العراقية مع سيمنيز علينا أن نوفر ثلاث أمور حتى تنجح الأمر السياسي هو أن يكون هناك يعني دعم سياسي واضح وهذا الدعم موجود اليوم سمعنا خطاب السيد المالكي في كربرة يدعم ويطالب بدعم حكومة السيد السوداني ويطالب أيضا بمنع أي وضع عراقيل أمام هذه الحكومة وأيضا سمعنا مسؤولين في الإطار ومسؤولين آخرين اليوم على القوة السنية والكردية والشيعية أن تدعم خطوات السيد السوداني هذا الدعم السياسي سيعطي قوة لنجاح أي اتفاقية الأمر الثاني مثل ما قلت سابقا البيئة الآمنة يجب أن تتوفر البيئة الآمنة نكون أمام واقع حقيقي يعني البيئة الآمنة وليس فقط داعش وليس فقط هذه الأمور الأخرى إنما ما تحصل من محاولات للاعتداء على الشركات الأجنبية أو التظاهرات الغير مبررة أو الأمور الأخرى اللي يقوم بها بعض الذين يعني يحاولون ابتزاز الشركات وابتزاز بعض يعني حتى بعض المسؤولين أيضا هذا يجب أن تكون بيئة آمنة إضافة لذلك محاربة الفساد فإذن نحن أمام ثلاثة أمور إذا توفرت وأعتقد السيد السوداني عازم والقوة السياسية الآن في هذه المرحلة على أقل تقدير الإطار التنسيقي عازم على أن تنجح حكومة السيد السوداني وأعطاء الدعم اللازم نتكلم عن وضع آخر الطاقة العراقية والإمكانيات العراقية تغيرت يعني أستاذ السعد يعلم جيدا أن في زمن النظام السابق كان العراق حاجته القصوى 3000 كيلو واط الآن الحاجة 32 ألف يعني الأمر يعني من 33 إلى 32 وفي زيادة مستمرة النفوس في زيادة مستمرة الحاجة في زيادة مستمرة الطاقة العراقية نعم موجودة ولكن كل دول العالم تحتاج إلى خبرات عالمية سمنس شركة عالمية ممكن تسوي برامج في السويد وممكن تسوي يعني مشاريع في أماكن أخرى وليس في العراق أي بمعنى نعم العراق يقادرون على أن يعملوا شيء ولكن ليس بمثل خبرة سمنس أو مثل مثل هذه نحتاج لفترة طويلة من التدريب والتعهيل والقدرة على تشكيل شركات وبالتالي نحن نتوجه إلى أمور أخرى يمكن أن نتنطلق الطاقات العراقية والإمكانيات العراقية لدعم أي مشروع أو لإدامة المشاريع أنا أتذكر أنه في إيران مثلا عندما نفس شركة سمنس عندما منعت من العمل أيام الحصار قبل 40 عام الإيرانيين بدأوا في تقليد سمنس وبدأوا فعلا في توليد الكثير من الأمور الكهربائية من مؤلدات ومكثفات وغيرها في العراق نستطيع أن نقوم بهذه الحركة نستطيع أن نوفر إمكانيات لتعلم العراقين ولكن نحتاج إلى الخبرة العالمية نحتاج إلى هذه المواصفات العالمية لشركات يعني مثل سمنس جنرال ألكتريك أي شركة يمكن أن توفر لنا إمكانيات وتسهل لنا إنجاز مثل هذا هذا مشاريع كبيرة بالتالي القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشركات العراقية بالتأكيد ستأخذ حظها في الكثير من المشاريع للبلد التحتية أو الباطل أو ما تسمع أو هم ما شون شي سموها في ذلك أنا أتصور الأمور ستصير بهذا الاتجاه أما أن نقول بأن سابقا كانت إمكانيات عراقية شغلت 3000 كيلوات أنا أعتقد هذه المسألة يحتاج لها إعادة نظر يعني المحطات خات موجودة أصلا ومعطلة نتيجة للحرب وإعادة تشغيلها يستطيع العراقيون أن يعملوا ذلك أما مسألة التأسيس ومسألة الخبرة ومسألة الامتيازات هذه بالتأكيد العراقية يحتاج إلى إمكانيات كبيرة للوصول إلى مثل هكذا قدرات فنية وخبرات عالمية تتفضل بمقاءة معي الدكتور عدنان السراج كي نتابع في الملف الآخر وفي هذه الأثنان قدم بشكر جزيل الأستاذ مازن السعد الخبير في مجال الطاقة وأقدم اعتداري للشيخ محمد الدنبوس السياسي المستقل حدثنا عبر اسكايب من البصرة ولكن خلل انترنية حالة دون التواصل مع جناب الشيخ بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحباء ترجمة نانسي قنقر مجددا حياكم الله وجدد ترحاب أحضرتك الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراق للتنمية الإعلامية نتحدث عن خليج 25 هذه العلامات الفارقة كثير في الحلقات الماضية تحدثنا عن الجانب التنظيمي للبطولة ولكن ما أعتقد كان الجانب التنظيم الشعبي لهذه البطولة كان قد نظم سابقا يعني ما أصور الحكومة نطة دعم للمواطنين ودقة الباب عليهم هاكم خافيجيكم خليجي طبخوله وضيفه كانت هذه ردود الأفعال الشعبية عامل مضاف وقيمة مضافة إلى هذا الخليجي كيف تنظر إليها دكتور الساد أحمد يعني خليجي 25 في البصرة بعد فترسائل هائلة وكبيرة لحد الآن يعني الضيوف الخليجيين ما دي ستعبوه بصراحة اليوم يعني استقبلهم رئيس الوزراء استقبل الوفود الخليجية في بغداد وقام لهم وجبة غداء وقعدوا يتكلمون عن الانبهار يعني هذا بين قوسين يتكلمون عن الانبهار لأن هؤلاء الخليجيين يجو يشايفون 24 خليجي وشايفين الجمهور وشايفين الناس وشايفين الاستقبال ما حصل عندهم مثل هكذا استقبال ما حصل عندهم مثل هكذا جمهور ما حصل عندهم مثل ما كان التنظيم العالي المبهر في حفل الافتتاح أو الحضور الجماهيري أنا أعتقد اليوم المنجس الكبير اللي حققه هو أهل البصرة والشعب العراقي يعني جمهورنا اللي تسميه هذا الجمهور العراقي البصري وغير البصري حقيقة حقق يعني نوع من التفاعل أعطى رسائل إيجابية أولا أعطى رسائل إيجابية أن العراق لا يريد شرا بالآخرين العراق بلد السلم بلد السلام بلد المحبة بلد التسامح يعني نسوا كل شيء في لحظة ما وجمعة هذه النفوس الرياضة شوف هذه هذه الحالة السامية أنا أقولكها بصراحة لا نتكلم لأنه إحنا عراقيين وكذا والله نتكلم بروح واضحة ما شفنا مثل هكذا روح تسامحية إلا نتيجة لهذه الأخلاق العالية لهذه الروح السامية لهؤلاء الذين استقبلوا الخارجين يعني يوقفونهم بالطريق ويأخذوهم بالسيارات من أجل ضيافتهم وأيضا يحاولون أن يطهم في الصورة حسنة عن الشعب العراقي عن الشعب في بصرة في كل محارة في كل محارة العراق نالك أنا أقول كان المتصيد في الماء العكر دكتور أنه لما يوصف هذا الكرم العراقي في أيام زيارة الأربعين يقول أنه هذا تعصب طائفي تعصب مذهبي أنتم يعني تتعصبون للشيعة في كل مكان ولكن يوم هذا ما يكون هوية طائفية عند هذا الاستقبال بل أنه هناك بعض بعض الخلافات الكبيرة يعني يروى أنه أحد الأشخاص عندما ضيفت العجوز بما تمتلك من قوت يومها قال أنه أخي كان انتحاري فجر نفسه بالعراق قال شون أقعد أكل بيت العجوز وأني أدين لهم هذا قلت لك روح التسامح هذا هاي الحالة اللي تنطي يعني فالصورة حسنة هاي اللي القرآن يقول جادل باللتية أحسن كأن الذي بينك وبينه عداوك شوف هذه المسألة هي انطت هذه الصورة الكبيرة لأهنة وناسنا وعندما يتكلمون عن يعني الكرم الذي يقدم لزوار الإمام الحسين هؤلاء زوار جاءوا لزيارة الإمام الحسين ومن هو الحسين حتى لا يقام له مثل هكذا استقبال اليوم يجيني ضيف وهذا الضيف يريد يزور الإمام الحسين وأنا ما استقبله بالتأكيد هاي ممشية من العراقيين وهذه ليس من أخلاقهم لأن الحسين أكبر من هؤلاء المرجفين أكبر من أي شيء ما يحصل من العراقيين كل عراقي صغير كبير فقير غني لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي أمام زائر الحسين أمام أي إنسان يزور الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لذلك نمطي هذه الصورة أما في البصرة بالضيافة هي ضيافة كرم العراقي كرم العراقي الذي مبعثه بأننا نريد أن نمد يا دين البيضاء إلى أشقان إلى أخواننا العرب عليهم أن يتذكروا كثيرا بأنهم قد وقفوا ضد بسيرتنا قد أشاعوا الفوضى في البلد قد ساهموا في عملية عدم الاستقرار في البلد بما أخر على الكثير من البلد التحتية بلا البلد التحتية وغيرها والتدخل في السياسة والإعلام هذه صورة إجابية يعني شوف إذاعاته بالصفراء شوف تلفزيوناته شوف محطاته بالتلفزيونية تبث السموم 24 ساعة في لحظة ما شوف البصراوي وشوف العراقي وشوف شون استقبل السعودي والكويتي واليمني وكل الأشقاء بهذه الروح الكبيرة هذا ترى مقياس مسهل لا يمكن أن تقيسه قوة هذا الشعب في أن ينتج ما يمكن يسميه داخله الحقيقي جوهره الحقيقي لذلك أنا أصور علينا أن نتعامل بكل شفافية مع هذه الظاهرة هذه ظاهرة مبهرة هذه ظاهرة كبيرة هذه ظاهرة يجب أن نعممها على أجياننا لأننا نقول لك يا سعد أحمد نقولك بصراحة نحتاج إلى هكذا ضخ نحتاج إلى هكذا سمو أخلاقي اليوم أنا أجبتني ولو أعجبتني كلمة السيد المالكي في كربلاء قال نحن الآن في حاجة أيضا إلى توجيه أخلاقي إلى ثورة أخلاقية إلى ثورة مجتمعية ترى هذا عمل يعني مهم فعلا هذه الإشارات في بصرا أعتقد نستطيع أن نستثورها بهذا الاتجاه التنشئة الاجتماعية تبدأ من الشباب وبالتالي الشباب يتأثر بهذه القوة النائمة تبدأ بالتربية يعني كل دول العالم أستاذ أحمد تحلم ماليزيا وفنزولة كلها نشأت واليابان نشأت بالتربية دكتور اسمحنا ننتقل إلى سيد علي البدران الصحفي الرياضي من البصرة وحيك تحية طيب سيد علي تنظم معي عبر اسكاي نتحدث عن هذا الشعور اللي أصبح الشعور الشعبي عد الجانب التنظيمي والأمور التي كانت تنظم منذ زمن طويل اليوم الشعب أو شعوب المنطقة بدأت تتفاعل بطريقة غير مسبوقة يعني لربما المشجع الخليجي ما قام يجي على المدحضور المباراة ولكن قام يجي في سبيل أنه يشوف يتعرف على الجمهور العراقي يتعرف على أهل البصرة على كرمهم وعلى طيب أخلاقهم بالتالي كانت هناك مطالبات بأن يكون خليجي 26 وغيره بطبيعة الحال يكون في البصرة دون الدخول في القرعة كيف تنظر إلى هذه النتائج؟ سيد بدران سيد علي صوتك ما واضح عندي ما أعرف المطر مأثر على الاتصال من الانترنت يوم حظة من إسمعنا البصر إذا تسمعني إذا تسمعني بشكل واضح نزيل أرجع لحضرتك دكتور عدنان السراج لما الشوارع البصرة وأجواء احتفالاتها تمتلك بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة هذه المباريات والأعلام ترفرف السعودي والقطري واليمني والبحرين وغيرها نشوفها حتى على كورنيش البصرة يعني هذه هذه الاحتفالات والاحتفاءات بالقادمين هذه تجربة شكل تحدي حقيقي لبلد أنهكت الحروب وأثقل الفساد والصورة النمطية التي رسمت عند هذه البلدان اللي قمنا نتغنى بتطورها ولكن العراق هو الأولى بهذا التطور وهو الذي يمتلك إمكانيات التطور كيف تنظر إلى هذه المفارقات صحيح سيد أحمد هذا يرجعنا إلى نظرتنا إلى أن العراقي قادر على الإبداع وقادر على أن ينتج اليوم ما حصل في خليجي 25 هو قدرة عراقية على أن ترسل رسائل إلى هذه الدول التي تروج إلى أن العراق بهذا الشكل المتكلف المتأخر لكن هذه الرسالة فيه إنجاز مثل هكذا عمل لأحد 25 خليجي نفسهم الخليجيين لن يشاهدوا مثل هكذا افتتاح هاي قطر رسا البعض يقول لك الافتتاحية اللي حصلت في خليجي 25 تفوق الافتتاحية اللي حصلت في مونديال قطر هذا معروف وبالتالي هذه إمكانية عراقية هاي خدرة عراقية شوف خلي أحتي لك ياها أيضا خلي نضيف نقاط قد ميدر بها الجمهور اليوم احنا التقينا بوزير الشباب ورياضة قبل شهر أو شهر ونص من التوزيرة التقينا بمجموعة أو سبعة أو ثمان أفراد أعلاميين أشار بوضوح على أن اللجان التي تعمل تعمل بجد ونشاط ولكن تحتاج إلى التمويل لذلك نحتاج إلى التمويل لأنه السيد الكاظمي لن يعطي المال الكافي إنما حولها إلى مصروف البصرة والبصرة لا تملك إمكانيات محافظات أن تعطي من حصة البصرة إنما أعطت مبلغ مليونيين دولار فقط السيد السوداني عندما أرضت عليه هذه القضية حول وخصص 33 مليار دينار من أجل إنجاح هذه الدورة هذا عامل لن يتكلم ولا يتطرق عليه أحد ذلك كانت خلال شهر ونص العراقيون إنجزوا ما شاهدنا خلال شهر ونص أقل من شهر ونص تم فعلن تفعيل اللجان وتفعيل الاتفاق مع الشركات وكل هذه الأمور التي الآن نشاهدها من مسائل إعداد واستقبال وأمور أخرى نعم كانت هناك استعدادات ولكن لن ترتقي إلى مستوى مثل ما نحن الآن شاهدنا بخليجي 25 نقول اليوم هذا الانطباع علينا أن نستثمر استعد أحمد علينا أن نستثمر هذا الانطباع سياسيا على الخارجية العراقية أن تقوم بعمليات لنقل هذه الصورة واستغلال ما حصل يعني سياسيا نقول أنه تذهب إلى دول الخليج والعالم حتى يشوفوا طبيعة الشعب العراقي الأمر الثاني رياضيا علينا نعكس بأن الجمهور العراقي هذا الجمهور العراقي الذي وصفه العديد بأنه فوضوي بأنه يتقاتل بأنه يتظاهر بأنه يوقف المدارس الجامعات هذا الجمهور العراقي اليوم الراقي الذي يستقبل الضيوف ويحضر هذه المباريات بهذه الكثافة مو فقط لعبة العراق شوف كل دول الخليج منصر لعبات في نفس الدول ما تجد هكذا جمهور اليوم حتى اللعبات الجمهور شجع فريقة ما حصلت بالضبط ما حصلتنا جمهور يشجع اللعب النظيف نعم ما شفنا جمهور يشجع اللعب النظيف يعني هناك أمور قصص عديدة ما نقدر نستوعبها في خمس دقائق وعشر دقائق أنا أقول يجب استثمار هذا الوضع ويجب أيضا في نفس الوقت أيضا نوجه رسائل إلى الداخل إلى داخل العراق عن هذا التصرف الحضاري الذي قام به أهالي البصرة والجمهور العراقي في مباريات خريجي 25 طيب دكتور هنا أيضا الوضع السياسي وانعكاسات على خريجي 25 زيادة الموثوقية بين الدول في تنفيذ المشاريع داخل العراق أشرت حضرتك إلى الجمهور خلنحول كلمة الجمهور إلى أيدي عاملة إلى فنيين إلى مهندسين إلى منفذين بالتالي المشاريع التي من الممكن أن تدخل شركات التثماري العراق هل تعتمد على أيدي عامل العراقية خالصة بهذه الحالة نتحدث عن الاقتصاد والسياسة في آن واحد بالتأكيد أستاذ أحمد اليوم هذا الخليج الذي حصل وهذا الوضع الأمني المتطور والتنظيم الراقي وهذا الحضور والاستعدادات والاحتفالات هذا يشجع المستثمرين يسجعهم على أن الوضع بهذا الشكل بهذا الكم بهذا الأعداد الهائلة بهذا التنظيم هذا بمعنى أن العراق يستعد على أن يستقبل المستثمرين وبالتأكيد ستكون الجهات التي تعمل على أن تجعل الاستثمار طارد من البلد بالتأكيد هؤلاء ينظرون على العكس أنه اليوم يوجد استعدادات عراقية الأمر الآخر الشركات الأجنبية كل ما تأتي للعراق بالتأكيد العراق اتفاقا يدرب الأفراد العراقيين على تبوء هكذا مناصب اليوم إذا العراقي فعلا استطاع أن يستلم قضية فنية قضية صناعية قضية اقتصادية بالتأكيد العراقي اعتبر من الشعوب الذكية وبالتالي إذا توفر له الإمكانيات المادية وتوفر له الإمكانيات المعنوية بالتأكيد سيبدأ العراقيين وسينتجوا وبالتأكيد اليوم عندنا الاتفاقات مع كل الشركات العالمية أنه تقوم بعمليات تدريب وتشغيل العراقيين كلما توسعت رقعة الاستثمار كلما توسعت رقعة البناء والإنتاج بالتأكيد العراقيين سيكونهم من الاستفيد الأول نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عدنان السراج الرئيس مركز العراق التنمية الإعلامية طريقة الحوار في ملفين وأعتذر لسيد علي البدران الصحفي الرياضي حدثنا عبر سكابل البصر لكن سوء الاتصال حال دون أثراء الحديث مع السيد البدران شكري موصول لكم وشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر